اشتركوا في القناة ومن المرجح أن يتم إيقاف تنفيذ ذلك لقوة مقاتلات الهيمنة الجوية رابتر F-22A لمنع محاولة تنفيذ خطة الخدمة لإحالة أكثر من عشرين من أقدم الأمثلة على الطائرة الشباحية للتقاعد وتحاول كل من لجنتين القوات المسلحة في مجلسين نواب والشيوخ التي تشرفان على التمويل والإشراف على إنفاق البنتاجون تفيد القوات الجوية للاحتفاظ وتحتيث 33 الطائرة من التراز الأقدم F-22A التي كانت ترويئ حالتها للتقاعد بموجب خطة اقتراح الميزانية لعام 2023 وتشرف لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب أو كما تعرف بلاتش اس على البنتاجون نيابة عن مجلس النواب فقد وضحت هذه اللجنة بشكل جلي موقفها من خلال تفيد الدفاع الوطني لعام 2023 بالقولة سيتطلب هذا القسم من الوثيقة من سكرتير القوات الجوية الحفاظ على الحد الأدنى من عدد الطائرات من تراز F-22 مع قدرات توظيف في مهام التفوق الجوي المشترك لتلبية متطلبات تدريب القوات الجوية القتالية التابعة لوزارة الدفاع والاختبار والحالة التشغيلية المستدامة ومتطلبات الطوارئ الرئيسية في دعم تخطيط وعمليات قادة البناطق الجغرافية الشاسعة للبلاد وخارجها في مكان آخر من وثيقة لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب H-SC تقبل لجنة اقتراح سلاح الجو لبدء تقاعد أسطولها من طائرات الدعم الجوي القريب من تراز 8-10-C بدءا من 21 طائرة من طائرات الحرس الوطني الجوية لكنها تعارض الخطة لتقليص حوالي نصف أسطول الخدمة من طائرات الرادار E-3 AWACSA من خلال إبراز أهمية الحفاظ على أرقام مقاتلات F-22 كما هي تتبع لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب H-SC لجنة الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ أو كما تعرف بS-SC والتي توفر إشرافا تشريعيا مماثلا للجيش يابة عن مجلس الشيوخ الأمريكية تدعو وثيقة S-SC التابعة إلى تشريع يحضر إحالة طائرات F-22 Plug-20 للتقاعد حتى تقديم خطط مكتوبة مفصلة لتدريب طاقم طائرات F-22 مع تجنب أي تدهون في الاستعداد أو تقليل القدرة القتالية وبهذا المعنى فإن H-SC تدفع الآن بقوة أكبر من أجل إبقاء طائرات F-22 في الخدمة وفي وقت سابق من هذا العام وضح طلب البنتاجون الميزانية لسنة المالية 2023 بالتفصيل لتطلقات الجوية لبدء أحالة أسطول مقاتلات رابتر للتقاعد فقد تضمن هذا الاقتراح الاستغناء عن 33 طائرة قديمة من طراز Plug-20 بما سيقلص الحجم الإجمالية لأسطول إصدار الطائرة F-22A من حوالي 186 إلى حوالي 153 فقد تم تبرين الخطة جزئيا لحقيقة أن هذه الطائرات تستخدم الآن في المقام الأول للتدريب وغيرها من المهام القتالية وحقيقة أن هذه الطائرات القادمة تزداد صعوبة وتكلفات المحفظة عليها وهناك حاجة أخرى لصالح التخلي عن تلك الطائرات من الإصدار الأولي تمثلت في تكلفة ترقيتها إلى أحدث المعايير التي اقترح سلاح الجو أنها ستكلف 1.8 مليار دولار على مدى السنوات الثماني المقبلة فاستناداً لقيادة القوى الجوية فمن الأفضل أن يتم التدريب على الطائرات الـ F-22 على الأحدث إضافة إلى استخدام طائرات F-35 أي إلى حين ينتهي تطوير وإنتاج طائرات الهيمنة الجوية للجيل القادم NGAD فمن المتوقع أن يؤدي برنامج NGAD ذا المدى والقدرات الأوسع في نهاية المطاف إلى استبدال مقاتلات F-22 بما في ذلك بمنصة نفاثة تكتيكية مأهولة اختيارياً ومع ذلك سيكون هذا مجرد جزء واحد من نظام الأنظمة لضمان الهيمنة الجوية التكتيكية للولايات المتحدة لعقود قادمة وفي الواقع فإن وعد هذا البرنامج يدعم خطة أوسع للقوات الجوية لتصفية أسطولي رابتر بأكمله في وقت ما في ثلاثينيات القرن الحالي ومن المحتمل أن يتم تفكيك الطائرات الثلاثين والثلاثين التي سيتم سحبها بالكامل من الخطوط الأمامية كمصدر لقطاع الغيار لدعم أسطولي F-22 الأكثر قدرة لبقية فترة خدمتها لكن في المقابل لا يدعو اقتراح لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب H-ASC القوة الجوية إلى أبقع ثلاث وثلاثين طائرة من طراز F-22 في الخدمة فحسب بل أنه يريد أيضا رؤيتها مطورة إلى نفس المعايير مثل الطائرات ذات الرموز القتالية التي تستخدم في الخطوط الأمامية وتدعو اللجنة الخدمة إلى ترقية جميع طائرات F-22 إلى ما لا يقل عن المعيار بلاك 30-35 لأنظمة المهام وأجهزة الاستشعار وقدرة استخدام الأسلحة تتضمن هذه الترقيات إمكانة محسنة للحرب الإلكترونية وأجهزة استشعار للبحث بالأشعة تحت الحمراء والتتبع ترتبط بعض هذه المشاريع بكابسولات غير مرئية سابقا قليلة الرصد والملاحظة مثبتة تحت أجنحة طائرة F-22 في وقت سابق من هذا العام فتصف المستندات نفسها أيضا ترقية الملاحة والرادارة بالإضافة إلى خزانات الوقود منخفضة السحب والأبراجة والتي من شأنها أن تعالجت دعاية جيدة لطائرة F-22 وقد ذكرت مجلة القوات الجوية الأمريكية أن أحد موظفي لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب H-ASC أخبر المراسلين في إيجاز أن أبقى مقاتلات رابترالك باريسنن في الخدمة واجعلها قادرة على القتال كانت مسألة تخفيف المخاطر في دعم الأمن الوطني الأمريكية أكشفت اللجنة أيضا أن الخطة كانت وجهة نظر إجماعا للأعضاء الديمقراطيين والجمهوريين وأضح الموظف نفسه أيضا أن أعتراض اللجنة على التقاعد المبكر لطائرات F-22 يستند أيضا إلى وعد من سلاح الجو بشأن قدرة القوات الجوية الإجمالية بكافة الطائرات يعود هذا الوعد بعام 2010 عندما تم اتخاذ القرار بإنهاء إنتاج F-22 مبكرا عند أجمالي 187 طائرة فقد ترجم ذلك بدوره إلى تكليفة تشغيل عالية جدا بسبب صغر حجم الأسرابة كانت النتيجة طائرة مقتدرة بشكل كبير ولكن بصيانة معقدة ومكلفة أيضا مع الأخذ في الاعتبار أن أسطول الرابتور كان أصغر بكثير مما كان مخاططا له أكد سلاح الجوال H-A-S-C في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب أن المقاتلات ستكون دائما متاحة لتلبية متطلبات الطوارئ جنبا إلى جن مع 234 مقاتلة من طراز F-15C فقد تعير هذا الوضع منذ ذلك الحين مع خطط لتقاعد مقاتلات من طراز F-15C وتقليص عدد طائرة F-15EX التي من المفترض أن تستبدل كل أسراب F-15C إلى جانب ذلك أشار الموظف إلى مخاوف بشأن التأخيرات في برنامج الهيمنة الجوية للجيل القادم NGED مما يعني أن الطائرة البديلة لرابتر لن تكون متاحة في أقرب وقت كان يؤمل فيه ذلك ومن الجدير بالذكر أنه بينما ظل سلاح الجو متفائلا بشأن برنامج NGED كان الكونغرس أكثر تشككا في تقدمه وطموحاته وأضافت لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب نعتقد أن هناك مخاطر كبيرة في تلبية متطلبات التفوق الجوي في المستقبل ولذا فإننا نحمل القوات الجوية المسؤولية عن التزاماتهم بجعل طائرات ذات الرموز التدريبية قادرة على القتال في نفس الوقت ومن الجدير بالذكر أيضا أن الطائرة F-22 نفسها تبدو أنها أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى بالنسبة لسلاح الجو الذي يسعى لتطوير نفس التقنيات في إطار برنامج NGED فتكشف وثائق طلب ميزانية البنتاجون لسنة المالية 2023 أن التكنولوجيا قيد التجربة على الطائرة F-22 قبل استخدامها في برنامج NGED مع احتمال أن تتدفق هذه التطورات نفسها مرة أخرى إلى مقاتلة رابتور هذه أيضا حجة مقنعة أخرى للحفاظ على أسطول F-22 سليما في غضون ذلك أصبحت طبيعة التهديد المحتملة أكثر إثارة للقلق حيث تواصل الصين تطوير أكثر من مقاتلة شبحية من جيل الخامس بالإضافة إلى ترقية تصاميم جيل الرابع الحالية بشكل شامل بينما لم تحرز روسيا سوى تقدم بطيء مع جيل التالي من سو 57 فلون إلى أنها تعمل أيضا على مشاريع مقاتلة متقدمة أخرى في الماضي درس الخبراء إيجابيات وسلبيات قوة رابتور الأصغر والأكثر قدرة يقول خبراء القوة الجوية من المؤكد أنه من المنطقية الاستثمار في أكثر طائرات F-22 فعالية وجعلها أفضل خاصة مع برنامجي أنجي إي دي في الأفق وبنفس الوقت يتم تطخيم أرقام مقاتلات F-35 من ناحية أخرى F-22 تكافح بالفعل من أجل تحقيق التطلعات الجوية المطلوبة مع معدل قدرة على تنفيذ المهام يبلغ حوالي 50% في وقت السلم علاوة على ذلك لا يوجد سوى حوالي 125 رابتور ذات رموز قتالية في المخزون في أي وقت وفي حال حصلت القوة الجوية على مبتغاها وبدأت في تقاعد رابتور لأن ذلك من شأنه أن يدفع عملية مستمرة لتقليص عدد هذه الطائرات المتطورة إضافة إلى أنواع أخرى فقد أكملت الخدمة بالفعل عملية تقاعد 17 من قادفاتها LP-1 ويبدو أن الكونغرس يدعم حاليا خططا لبدء التخلص من المزيد من طائرات A-10 فتزعم قيادة القوات الجوية أن هذه التحركات توفر الأموال التي تشتد الحاجة إليها لمشاريع أخرى بما في ذلك الترقيات في حين لا تزال هناك عقبات متبقية قبل أن تصبح توصية لجنتي H.E.S.C. و S.E.S.C. تشريعاته فمن الواضح أن الكونغرس الأمريكي بشكل عام يشعر بقلق متزهد بشأن قدورة أسراب الطائرات المقاتلة المتطورة التابعة للقوات الجوية فعلى رغم من حجة التكلفة وراء الاحتفاظ بها يبدو أن القوة الجوية الأمريكية عليها أن تستمع إلى لجنة القوات المسلحة وتبقي على مضض هذه الطائرات في الخدمة محطة أسلت latte مرجم تقريب أحيان ترجم 30 contact interfone got you loud and clear, I'm E loud and clear as well all right, let's get some fueling done, about 6-7K we'll go, about 6-7 all active duty, is that all guard up there that's about 6K right there all right, thank you very much gents, you have a great rest of your night use them all 7-4, it's going to be on the other side and now it's going to be اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة